موسيقى علي والله هقول تعبير صعب جدا جدا والله العظيم انا لو انفع اتباع لاتباع وصفق الحاضرون لمقولة السيسي التاريخية التي لم يسبقه اليها احد من الرؤساء السيسي يعرض نفسه للبيع لجمع المال لسد ديون مصر الخطاب الذي طرح فيه السيسي بعض الافكار وعرض عددا من الحلول الاقتصادية لقى سخرية من رواد الشبكة الاجتماعية حيث عرض نشطاء على موقع ايبايا الشهير عبدالفتاح السيسي للبيع وكتبت حركة شباب 6 ابريل على موقعها على تويتر بناء على رغبته مناقصة دولية للبيع او للبدل وتضمن العرض بيع مشير وطبيب للفلاسفة بخلفية عسكرية وتخطى ثمن السيسي المائة الف دولار وذلك قبل ان يقدم الموقع على اغلاق الصفحة بعد ساعة من نشرها وعلق ناشط فيسبوكية انا لو بسمع فيلم كوميدي مش حضحك ادي الدحك اللي تحكت عالب تعدى انتو بتقولوا ايه فمن خطاب بن علي انا فهمتكم والراحل معمر القدافي من انتم من انتم هذه الاخيرة اقتبسها السيسي في خطابه الاخيرة لينهال عليه ناشطين على موقعي تويتر وفيسبوك بتعليقات ساخرة فكتب احدهم السيسي وصل الى المرحلة القدافجة سخاء ام تضحية لمن ضحى ببدته العسكرية في سبيل خدمة ارض الكنانة التي تراجعت صادرتها بنسبة 25% بعد حكمه ها هو اليوم يطلب من 90 مليون مصرية بالقاء تحية الصباح على مصر بالتبرع بجنيه واحد من رصيد الهاتف الخلوجة وبعدها نتحدث عن العدالة الاجتماعية يضيف السيسي اشتركوا في القناة